مدينة رفح ما زالت تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الاسرائيلية دون اي توقف الى جانب ذلك منذ ساعات الصباح بدأ سكان مدينة رفح بتشييع جثامين اثنين هيدا كانوا قد استشهدوا في غارة اسرائيلية على مقربة من معبر رفح البري كانوا ينزحون في منزل يعود لعائلة جرغون ومن ثم في منزل وهذه العائلة تواجدت في هذا المنزل من عائلة ابو لاشين هي نزحت من منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة الى مدينة رفح لكن لاحقتهم الصواريخ الاسرائيلية في هذا المكان الجديد ذكر ان مدينة رفح ما زالت تحليقا جدا ليس فقط جراء الغارات الاسرائيلية المتواصلة عليها وارتفاع في اعداد الشهداء بالصورة غير مسبوقة بل من المكتب الاعلامي قال بان اكثر من اربعمائة الف مواطن يتواجدون في قطاع غزة اصيبوا بامراض العدوى والاوبئة جراء تكدسهم في مراكز الايواء ومنذ ساعات الصباح وفي كل يوم بات مشهد تكدس الاعداد الكبيرة للنازحين امام المستشفيات هو كبير جدا وغير مسبوك وربما باتوا الان يصطفون في الشوارع الان معي في الكاميرا سنرصد لكم هذه الصورة وهذا المشهد لالاف النازحين الذين اصيبوا بالامراض والعدوى يصطفون امام المستشفيات لتلقي العلاج في صورة ومشهد بات يومي باتوا الان ليس فقط اعدادهم داخل المشفى بل ايضا خارج المستشفى يتكدسون بشكل كبير جدا وباعداد مخيفة اكثر من اربعمائة الف نازح اصيبوا بالعدوى والامراض وتشاهدون معي في الصورة حجم الضغط الكبير على مستشفيات مدينة رفح لتلقي العلاج هذا المستشفى صغير جدا وعلى الرغم من ذلك يقدم خدماته لالاف المواطنين في ظل ان مدينة رفح ما زالت تعج باكثر من مليون ونصف المليون نازح وعندما نتحدث عن النازحين فقد بلغت اعدادهم نحو اثنين مليون نازح الظروف صعبة جدا يعيشها النازحون هم يصارعون من اجل الحصول على لقمة العيش من اجل الحصول على الماء والان باتوا يعيشون ويصارعون من اجل البقاء على قيد الحياة من الصواريخ الاسرائيلية وايضا جراء هذا المرض والاوبئة التي تنتشر بينهم بشكل كبير هذا في مدينة رفح لكن اذا ما انتقلنا الى مدينة غزة والشمال القطاع فان حي الزيتون في شرق مدينة غزة يشهد غارات اسرائيلية عنيفة وعلى اثرها تم نقل ثلاثة من الشهداء الى مجمع الشفاء الطبي وفي بيت لاهيا ايضا كان هناك غارات اسرائيلية نقل السكان عدد من الغارات المتواصلة الغارات لا تتوقف في كل المحافظات وفي كل المناطق حصدة ارواح المزيد من الشهداء اليوم عن اكثر من ثلاثة وعشرين والاعداد مرشحة للزيادة من ستين الف اصابة تزداد وهناك حاجة ماسة لاكثر من ستة الاف وخمسمائة مواطنهم بحاجة ماسة للسفر لاجراء عمليات جراحية معقدة في خارج قطاع غزة وحتى هذه اللحظة يعني ينتظرون بفارغ الصبر ان يتم السماح لهم او ان يحين دورهم في الخروج من اجل تلقي العلاج الاوضاع في قطاع غزة صعبة وقاسية جدا على صعيد الحياة على صعيد توفير الطعام والشراب وعلى صعيد ايضا الغارات المتواصلة التي مزالت تحصد ارواح الابرياء والمدنيين العزل اشكرك من رفاح محمد الدعور مرسل الغد ترجمة نانسي قنقر